والآن نتحول في نشرتنا إلى أخبار الاقتصاد أخبار المال والأمال في هذه النشرة تستعرضها لنا ليلة عمر شكراً مصطفى شكراً هبا وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة افتتح وزير البترول والثروة المعدنية طرق الملة محطة الوقود المتكاملة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود السائل والخدمات الأخرى غاستيك وإني بالكيلو 38 بمحافظة الإسكندرية وأكد الملة الاستمرار في زيادة منافذ خدمة التموين بالغاز الطبيعي لمواكبة النمو في الاعتماد عليه كواقود ضمن منظومة توفير الوقود بالسوق المحلية حيث تتوافر له العديد من المميزات منها أنه نظيف وصديق للبيئة ومنخفض التكلفة وعالي الأداء أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تنفيذ أول عملية تموين سفن بميناء السخنة تابع لها بالمنطقة الجنوبية بنجاح وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وللجمال الدين أن تلك الخطوة تأتي في إطار التزام المنطقة بتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للسفن في مواني المنطقة الاقتصادية والتي ستسهم في جذب المزيد من الخطوط الملاحية وتقديم الخدمات البحرية خاصة للسفن المرة بقناة السويس ومنها العابرة لمواني المنطقة الاقتصادية أعلنت وزارة الزراع الإفراج عن 185 ألف طن من الذرة وفول الصوية بحوالي 100 مليون دولار وذلك خلال الفترة من 23 من يونيو الماضي حتى 6 من يوليو الجاري وأضفت الوزارة أنه بذلك يكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 من أكتوبر من عام 2022 وحتى الآن 6.5 مليون طن منها 4.5 مليون طن من الذرة ومليونات فول صوية وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغي 3 مليارات دولار سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات الشراء من قبل المؤسسات وسناديق الاستثمار المحلية حيث صعد المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 2.46 من المئة في المئة وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 55 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1.149 تريليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اي جي اكس 30 بنسبة 2.46 من المئة في المئة ليبلغ مستوى 16.993 نقطة كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 34.3 من المئة في المئة ليبلغ مستوى 3.374 نقطة وشملت لارتفاعات مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 3.96 من المئة في المئة إلى قيمته ليبلغ مستوى 5009 نقاط وفي أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة والصين أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم رغم أن التخفضات المتوقعة في إنتاج الخام من السعودية وروسيا حدت من الخسائر وانخفضت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة 5 من 10% إلى 78 دولارا للبرميل وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكسس الوسيط 5 من 10% أيضا إلى 73 دولارا للبرميل أيضا انخفضت أسعار المزود عالميا وذلك بنسبة 0% لتصل إلى 32.55 دولار للتر هذا وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.98 من المئة في المئة لتسجل دولارين و66 سنة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أطلق العراق وشركة توتل أنرجي في بغداد مشروعا ضخما بقيمة 10 مليارات دولار يهدف لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والغاز المحترق في الحقول النفطية وبعد مفاوضة طويلة وخلفات حد رفقت المشروع الذي قرى الكشف عنه في عام 2021 وقع الرئيس التنفيذي لتوتل أنرجي باتريك بويني وزير النفط العراقي حيان عبدالغاني لاتفاقات المتعلقة بالمشروع وقال وزير النفط العراقي أن بلاده ستتعاون بشكل جاد ومثمر من أجل مباشرة تنفيذ هذه العقود على أرض الواقع ختم جولتنا الاقتصادية عودة مرة أخرى لمصطفى وهبة الاستكمال ما تبقى من النشرة إليكم ومن جديد أشكرك لي أشكرك لي